مدن وبلدات تركيا قصة لا تنتهي مع الزلازل ترمم نفسها باستمرار منذ القرن الرابع عشر للميلاد شهدت تركيا نحو 24 زلزالا مدمرا تجاوزت قوتها سبع درجات تقع تركيا على خط النار حزام زلزالي جعل هضبة الآناظول غير مستقرة بوتيرة متكررة ومدمرة أحيانا عشرات الزلازل وثقتها المخطوطات القديمة والسجلات الحديثة من أشدها فتكا زلزال القيامة الصغرى الذي ضرب بحر مرمر بشدة 7.5 درجات بداية القرن الرابع عشر نالت وقتها اسطنبول المدينة الواقعة بين قارتين النصيب الأكبر من الدمار وفي منتصف القرن السادس عشر ضرب عاصمة الخلافة العثمانية زلزال مدمر آخر بشدة 7 درجات تبعته هزات ارتدادية لثلاثين يوما كان زلزال أردنجان عام تسعة وثلاثين عالمة فارقة وقتها اكتشف الجيولوجيون ما يعرف بالصدع التكتوني شمالي الأناظول هنا في جنوب تركيا حيث تضرب الزلازل أكثر تحيي المدن والبلدات التركية سنويا ذكرى من رحل تحت الأنقاض هؤلاء أقعدهم زلزال جولجوك عام تسعة وتسعين في ولاية كوجالي شمال غربي تركيا بلغت شدته سبع درجات فاصلة أربعة واستمر لمدة خمس وأربعين ثانية ليسجل كأطول مدة زمنية لزلزال بتاريخ البلاد تسبب زلزال جولجوك الذي وصف بأنه زلزال القرن في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات وفي عام 2011 ضرب زلزال المدمر ولاية وان جنوب شرقي البلاد بشدة سبع درجات فاصلة أثنين ولمدة خمسة وعشرين ثانية زلازل تركيا المتكررة تتسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات يتوقع الجيولوجيون مزيدا منها الاعتراضات الكثيرة لم تتني الحكومة التركية عن تشييد مشاريع عملاقة في جنوب البلاد حيث تكثر الزلازل هنا ستنهي شركة روسا توم قريبا إنشاء أول محطة للطاقة النووية الشركة الروسية تقول إن المشاءات النووية للمحطة لم تتأثر جراء الزلزال الأخير في انتظار فحص شامل